اهلا وسهلا فيكم ما زلنا نواصل معاكم رحلة السعادة والإيجابية وأنت في بيتك وتمرينك في بيتك وهذه القاعدة اللي نحن اتخذناها على أنفسنا نحن في دولة الإمارات حفاظا على أنفسنا وأسرتنا من الفيروس المنتشر فيروس كورونا اللي يعني تأثر به العالم بأكمله وإن شاء الله من خلال تواجدنا في البيت حريصين على أن نحن نرفع هرمون الإيجابية وهرمون السعادة وهرمون النشاط الموجود في بنزلنا اليوم مرة ثانية أنا موجود مع ضيفي في كل حلقة اليوم وليد ياري يا هلو سهله فيك هلتن وليد طبعا من بعد تمارين الأمس خلاص العضلات راحت ولكن اليوم يعني حريصين على أنه إحنا اللي يبغي يفقد أيضا الوزن ويشوي دايت خلوا نقول عنه ويخفف من وزنه اليوم بتمارين خاصة أيضا لهم طبعا مثل ما ذكرت رح نحاول نحرق الدهون وزيد اللياقة بحركات بسيطة ومعدودة في البيت رح تنجزها ورح نشارك تستفيد بشكل حلو طبعا أول حركة رح نأديها رح نأديها في الخطوتين المبتدئ والمتقدم حلو حين رح نسوي المبتدئ رح تكون واقف في مكانك أول تمنين جابنج جاك هاي رحطوا الأولى واحد اثنين رح نأديها حين عشر مرات بدون ما تتحرك بدون ما تتحرك واقف في مكانك بتتحرك لي الوحدة يلا 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 وليد ستحيلك ايش حين رح نسوي للمرحالة المتقدمة المرة بيكون فيها نط حسنا. النط حسنا. النط طبعا لو كنت انت متقدم. الناس والشواب اللي تقولون ركبتي وما درشوا. لا. عندك مبتدأ وعندك متقدم. كل واحد يؤدي المستوى اللي يناسب جسمه ويناسب مستواه الرياضي. حلو. حنؤدي المتقدم؟ تمام. يلا. واحد. مرحبا. ثم. 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 حسنا. حلو. شفت ان انا المتقدم؟ أكيد. انا بعتزل خلاص. يلا. حلو. رح نأدي التمرين مرة ثانية اخر مرة. لكن المتقدم. عشان نحس بالتمرين شوية ونسخن. يلا. واحد. نحس بالتمرين. حلو. حلو. ننتقل حين للتمرين الثاني. حنؤدي ايضا للمبتدأ بعدين المتقدم. حلو. هالمرة ايدك على هالمستوى ترفع رين اليمين تلمس. حقو اليسار تلمس. حنسوي كل عدد زوجي يعني واحد. يعني واحد. يعني واحد. اقرب هادو اثنينة. اوكي. اوكي. نبتدي. يلا. زين هاي التمرين مفيد حك شو. اسور البطن وحرق الدهون ايضا. اوكي. يلا. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. مانية. تسعة. عشرة. اوكي. احين انتهي متقدم. اوكي. تبع اشياء اصعب. تبع تحرق اكثر. عطني عطني عطني. يلا. تسوي لي مقدمات. هاهاهاها بوقع. اوه اصير فيه. يلا. يلا. واحد. اد钟. اربعة. خمسة. ستة. ستة. ثمت. تسة. عشرة. سقفوا. انعيد. أعجين؟ ايه. اوكي. نحظة. لحظة عطني ثواني نتنصخ شوية ما سدأتي يا سيز ما شاء الله عليك واتحمس اليوم ماك العدل صراحي يلا سير واحد دين دين مرمى خفصة ست سبع نسف عشر أوكي كافو كافو متاز متاز سياباك حلو حين بدنا أدي تماما الثالث هالمرة شي بيكون فيه نط أوكي عقود ترجع للخل نط هم كم خطوة الخلف بس خطوة وعدة فلو قد مبتدئ خطوة ترجع خطوة ثنين ترجع مكانك هلو خطوة ثنين ترجع مكانك يبا خطوة اثنين تمرينك في بيتك يلا حلو اوكي اعطني خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة حلو حلو حين متقدم راح تنط جدام اقب ترجع خطوة ورا حلو اوكي يالا هب خد سبع ماني سبع حلو كافو عليك كافو نزلت انا الحين حلو هالسلوب حركات معدودة حقنا سعرات حرارية حلوة في البيت وفي مكانك في دائرة وحدة بس بس حتى في الصالة ممكن واحد يسويها اكيد هالحركات هالحركات تؤديها في اي مكان في النادي في البيت على البحر في الحديقة اي مكان انت بس تفهم الحركة تؤديها صح تنجزها صح تستفيد بشكل حلو حلو جميل هاي تمارين لياقية في بعد تمارين نظافي ولا نقدر نزيدك بس يكفي لليوم عشان كل مرة رح نحاول نزيد اكثر واكثر عشان نعود المتابعين على التمارين والاداء الصح حلو تمام اذا هذه كانت فقرتنا لهذا اليوم من خلال تمارينك في بيتك مع وليد ياري شكرا كامتن وليد اليوم تمارين خفيفة ولكنها اعتقد مردودها وانت تتنفس يبين علينا مردود كبير اليوم اكيد 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 وينغطأ ابا اذكر المتابعين لا تنسون تشربون ماي كفاية لا تنسون النظافة لا تنسون الراحة لان هاي كلها هالكمبنيشن هالكمبنيشن اقولتهم هو اللي راح يفيدك في هالمرحلة قبل ما انهي يعني كم مدة التمارين ممكن انها تكون في اليوم اللي تعطي فوائد اللي تعطي فوائد من عشرين دقيقة لخمسة واربعين دقيقة اهه يعني اكثر عن خمسة واربعين دقيقة ممكن بتلادي تكون مريح بشكل كافي تكون مثلا ماكل صاح هالاشياء كلها تترتب عليها مدة التمارين بحشرين دقيقة تكفي حركة حركة والوجبات ايضا اعتقد لازم تكون خمس وجبات او اربع وجبات هي ثلاث وجبات رئيسية والدخل بينهم سناكس يعني عددهم خمسة ثلاثة رئيسية بطور القداك وعشاك والسناكات حلو اذا احبة الكرام هذه فرصة كثير طيبة انك انت وانت موجود في البيت تتمرن وتحافظ على صحتك من خلال تواجدك في البيت نلقاكم في حلقة اليوم اشتركوا في القناة